الأمريكان أعتقد كأمريكان خلال وجودهم بالوظيفة تكون إديهم نظيفة ما يتجرأي مديدة يأخذ رشاوة أو ما شابه ما سمعنا عن مثل بقية الدول لكنه من يطلع يكونوا مهيئة نفسه أنا أصير لو رئي الشركة لو عضو مجلس إدارة وأخذ له موقع معين وطبعاً هاي محاضرات والكتب يعني بوش من كان يروح يلقي محاضرة بلاش هاي هاي الكتب يقال أنه كلينتون المحاضر كان يروح مثلاً باليابان حتى يمطي محاضرة لمدة الساعة يقال أنه كان يأخذ نص مليون دولار أنا شوفت بعض الإعلانات لبعض من هؤلاء يحدد في إعلان يعني خاص به على صفحته قيمة المحاضرة التي مطلوب مننا أن يلقيها في مكان ما قسم منهم يطالبون يعني مثل ما تفضلت يطالبون ليحددون حتى الأسعار لأنه اللي يحضر مو مجاناً هي مو دعوة عامة للجميع وإنما حتى يحضر تعتمد حضور عام قد يدفع ثنين وين يقعد تريد أنت تقعد على دائرة مستديرة وتقعد بالقرب من مثلاً بيل كلينتون مطلوب مثلاً روبع مليون دولار وتطلع أنت تأخذ صورة ويا تقول أنا التقيت ويا كلينتون أنا شايف واحدة من ذني لبعض الأشخاص لأحد الأشخاص هذه موجودة بالعالم الغربي موجودة يعني هاي الطريقة اللي يجمعون بها فلوس توني بلير توني بلير يعني متأكد ما جمع فلوس خلال وجوده زوجته جمعت كمحامية مشهورة أخذته هوايا دعاوة هوايا قضايا لكن توني بلير يعني أخذ ذاكي الحساب فلوس سواء كان من هاي الدولة أو تلك الدولة ويقال أنه عنده ملايين الآن نعم يعني نتيجة المحاضلات اشتركوا في القناة